خلصت رحلة الأهلي في كأس العالم للأنبياء عايز أتكلم مع حضراتكم وأتكلم على طول مباشرةً كالعادة زي ما كنا متفقيد أنا شخصياً مبسوط وسعيد وفرحان جداً جداً بالنادي الأهلي واللي بيعمله النادي الأهلي وإن أنا بنتمي لهذا النادي الكبير والعريق وحتى لو بجزء صغير جداً جداً ليه؟ ليه حتقولي أنا فرحان؟ أقول لك آخر 3 سنين عندما تنظر في العالم كله لن تجد إلا النادي الأهلي هو اللي وصل آخر 3 سنين إلى كأس العالم للأندية عندما تنظر في بطولة كأس العالم للأندية لن تجد إلا النادي الأهلي اللي دائماً ما يسعد المصريين ودائماً ما يسعد الأفارق هتقول لي كنا ننتظر أفضل من كده فعلا أنا كمشجع أهلاوي كنت متخيل أن أنا رجل بتعكورة يعني معلش أنا آسف جدا لما أجي أتكلم عن ريال مدريد فارق كبير جدا ما بين ريال مدريد وأي نادي في العالم شتبقوا حضراتكم عارفين بس ولكن ثقة في فرقتي وثقة في نفسي وحبي لفريقي وحبي لعبة الفريق اللي موجودين كان عندي أمل ولو بنسبة قليلة جدا أن أنا كسب ريال مدريد كمشجع أهلاوي ولكن عندما تنظر إلى الحقيقة والمنطق تجد أن هذا الموضوع موضوع صعب صعب وليس مستحيل خد بالحضرتك الكلام اللي أنا بقوله ده وبقوله وحقول لك حاجة مهمة جدا أنه النادي الأهلي أقرب الأندية في مصر وفي أفريقيا لتطبيق النظام احتراف أوروبا في أفريقيا يعني لما تيجي تنظر للي بيحصل في النادي الأهلي هتعرف أن احنا بنعرف في النادي الأهلي نطبق نظام الاحتراف الأوروبي هتقول لي الفرق كبير بيننا وبين ريال مدريد آه مش بيننا وبين ريال مدريد بيننا أو بين ريال مدريد أو ما بين الكرة الأفريقية والكرة الأوروبية واضح فده الأساس اللي أنا هتكلم دايما فيه مع حضراتكم ولكن كان عندي أمل أن أكسب مليون في المية وكان ممكن جدا جدا أكسب مليون في المية ده بدون أي شك يعني ده البداية أو ده الموضوع ثانيا أنا عندي مدير فني يستطيع أن يضع تشكيل من وجهة نظره يتناسب مع المباراة ووصلنا أن احنا عملنا مباريات جيدة جدا في أول مبارتين جينا ريال مدريد آخر ربع ساعة أو آخر 8 دقايق تحديدا بالوقت الضائع كان عندنا فيه مشكلة كبيرة جدا وريال مدريد كسب النادي الأهلي أربعة واحد النتيجة لا بتحصلش كتير في تاريخ النادي الأهلي وده اللي زعى للناس وحق الجمهور يزعل زي مانا زعلان زي مانا زعلان جينا على مباراة فلامينجو النادي الأهلي كان الأقرب لكل شيء أنه هو يستطيع أن يفوز فيه هذه المباراة وخليني أنا دي أختلف مع بعض من حضراتكم وكالعادة عندما أختلف مع جمهور النادي الأهلي أختلف باحترام وبود وبمنتهى الحب بالمناسبة أنا بشوف أن إحنا عملنا مباراة حلوة جدا في مباراة فلامينجو عملنا مباراة باستثناء أول ربع ساعة والربع ساعة ما بعد الطرد الوقت ما بين دا وما بين دا الساعة اللى تلتي دي أو الساعة الربع دي اللي هي بعد ربع ساعة من الشوت الأول وآخر ربع ساعة من الشوت الثاني يعني فيه ساعة تقريباً في النص بشوفها انه واحدة من افضل المباريات اللي لعيبها النادي الاهلي خلاص ولكن ايه اللي حصل حتى بعد الطرد كان من الممكن ان احنا نفوز في هذه المباراة في مباراة في لامينجو ولكن خلي بالحضرتك انت رابع العالم انت رابع العالم عمرك في اندية كتير جدا في افريقيا وفي مصر نفسها تعدي من قدام المغرب او تعدي من قدام كاس العالم لكن حضرتك رابع اوعة تلتفت للكلام اللي بيتقال ان انت بتلاعب فريق ضعيف اللي هو فريق النيوزلندي اوكليند سيتي ولا سياتل دول ابطال قراتهم اعمل ايه طيب يعني كده كده هلعبهم لان انا الوحيد اللي باوصل كاس عالم دايما فكده كده هلعب الفلق دي اوعة تلتفت لهذا الكلام الكلام ده معروف ان هو من بعض من لايه شجع النادي الاهلي وكان بغرق اغراض معينة ان هو يقلل من قيمة النادي الاهلي اللي بيعمله طب احنا عندنا مشاكلنا ايه مشاكلنا ان احنا مش عارفين نجيب جون انا بتكلم مع حضرتك هو منتقى الصراحة ولكن من الناحية الدفاعية الامور جيدة وتحتاج اخطاء فردية طالما فيه اخطاء فردية مش عايز حضرتكو تقلقو لان الاخطاء الفردية سهل ان هي تتحل لان انت عندك مجموعة من اللاعبين مجموعة من اللاعبين جيدين جدا واللي انا مش فهمه اوي الحقيقة هو ازاي النهاردة ممكن اتكلم عن لعيب في الفرقة واقول ان ده احسن لعيب في الفرقة على فكرة ده مش جمهور الاهلي وعشان بس محدش يقول لي يطلع يقول لي اسلام انت بتقطع او بتنتقد جمهور الاهلي انا عمري في حياتي ما انتقد جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي كل اللي بيقوله صح ولكن انا متأكد وببقى مليون في المية شايف ان اللي بيعمل كده بعض ما اللي هي يشجع النادي الاهلي ان هو النهاردة انا بقول على محمد شريف مثلا بقول عليه ان هو جابت جدا في اوكلند وفي السياتل عشان جاب اجوان لما يضيع اجوان في ريال مدريد اقول ان هو وحش جدا ولازم يمشي من النادي واعداش تنفيه واعمل فيه مش ده جمهور الاهلي ابدا انا هو انا واضح وصريح ومحدد انا لا ده مش جمهور الاهلي ده انا لا انتقد جمهور الاهلي جمهور الاهلي من حقه يعمل اللي هو عايزه ولكن ممكن عاتب جمهور الاهلي عمل ايه بقى جمهور الاهلي اللي بشوفه في كل مكان وعلى سوشال ميديا وحوالينا في الشارع وفي كل مكان بشوف جمهور الاهلي بيعاتب محمد شريف بيعاتب مجد افشا ولكن هو متأكد من كواليتي اللاعب متأكد من كواليتي اللاعب وده حقيقي ده بيحصل انه محمد شريف لازم يركز شوية مجد قفشة لازم يركز شوية برسيتاو كان لازم يركز شوية في الكورة الاخيرة اللي حطاه لكن اللعبة دي لعبة جمدة جدا جدا ويا ما جابت لنا ويا ما حتجيب لنا محتاجين ايه احنا شايفين الاخطاء بالمناسبة الناس شايفة الاخطاء من يدير كرة القدم شايف الاخطاء وعارف الاخطاء فين ولكن صدقوني احنا عندنا فريق قوي ينقصنا بعض النواحي الهجومية وحتبقى ان شاء الله هتاخد كل حاجة كالعادة ان شاء الله يعني خلي بالك ده مش بكلام اسلام ده شهادة الصحف الاسبانية والمواقع الاسبانية لما قالت ان انت لريال مدريد النادي الاعظم في التاريخ والنادي الافضل في التاريخ انتو كسبتو اه ولكن كسبتو فريق منظم فريق قوي فريق محترم فريق لا ينقصه الا احراز الاهداف احراز الافضل في التاريخ